فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية بسم الله إليكم قال وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال والآصار ترجع إلى الإجابات الشديدة والأغلال هي التحريمات الشديدة فإن الإصر هو الثقل والشدة وهذا شأن ما وجب والغل يمنع المغلول من الانطلاق وهذا شأن المحظور نعم الله جل وعلا شدد على اليهود والنصارى قدرا فحرم عليهم أشياء كانت حلا لهم وحرم وعلى الذين هادوا نعم وعلى الذين هادوا حرمنا كل بظفر ومن البقر والغنم فبظلم من أهل الكتاب حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فبسبب تجرؤهم وعنادهم وتشديدهم في الأمور شدد الله عليهم فحرم عليهم أشياء كانت حلا لهم وأوجب عليهم أشياء ما كانت واجبة عليهم في الأصل لكن أوجبها الله عليهم عقوبة لهم ولهذا لو آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم الأسرار والأغلال الأسرار والأغلال التي كانت عليهم لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ودينه دين الوسطية ودين الاعتدال فلو أنهم آمنوا به لوضعت عنهم الأسرار والأغلال قال تعالى في وصفه ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والإصر هو الواجب والغل هو التحريم فالله أوجب عليهم أشياء لم تكن واجبة عليهم عقوبة لهم وحرم عليهم أشياء كانت حلالا لهم عقوبة لهم فلو أنهم آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم الآثار والأغلال وفي آخر سورة البقرة ولا تحمل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا دعاء من المؤمنين لربهم أن لا يحملهم الآثار والواجبات التي يعجز عنها كما حملها لبني إسرائيل فهذا الدين ولله الحمد دين الوسطية والاعتدال والتشدد والتساهل من صفات اليهود والنصارى ونحن منهيون عن التشبه بهم في هذه الأمور وفي غيرها